السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله البشر لهذا اليوم وياكم المسورات عندنا اليوم المسورات ما هي معنى المسورات؟ طبعا المسورات الكلمة جايتني من كلمة سور سور اللي هو مثل اللي نحط على سور الحديقة أو سور البيت أو سور البلدة هاي معنى المسورات نجى نعرف المسورات نقول هو شرط لكل أو بعض العناصر على عبارة خلنا نعرفها هي تعريف وسيط شرط لبعض أو لكل شرط لبعض أو لكل جايت خلنا نشوف شلون يعني شرط لبعض أو لكل خلنا ناخذ هنا مثلا عبارة منطقية نقول عبارة منطقية كل طلاب الصف الأول ناجحون وناخذ هنا نقول بعض طلاب الصف الأول ناجحون هنا خلنا شرط أنه شنوه قطينا إخبار أو أخبرنا المقابل لأنه كل طلاب الصف ناجحون كل طلاب الصف ناجحون فبمجرد أن شلون نخالف هذا الكل نخالف هذا الكل يعني مثلا خلنا نقول الصف بيعشرين طالب أو بثلاثين طالب نقول كل طلاب الصف الأول ناجحون يعني ذول الثلاثين كلهم نكون ناجحين زين يمكن نقول ليس كل طلاب الصف الأول ناجحون إذا كان على الأقل واحد من عدم مناجح إذا كان على الأقل واحد مناجح فراح عايش نقول عليها غير صحيح هاي العبارة ما لكل طلاب الصف الأول ناجحون راح تكون غير صحيحة إذا كان طالب واحد مو ناجح زين خليجي لهاي العبارة نقول بعض طلاب الصف الأول ناجحون بعض طلاب الصف الأول ناجحون يعني طالب قد يكون طالب قد يكون طالبين قد يكون إلى أن تسعة عشر لكن إذا صاروا عشرين طالب ناجحين إذا صاروا عشرين طالب ناجحين بعد ما نقول بعض طلاب الصف الأول ناجحوا لا ما يصير لازم نقول كل طلاب الصف الأول ناجحون فتكون هاي العبارة عندما يكون 20 قالب شنوه؟ هي عبارة خاطئة إذن فنلاحظ أنه الكل إذا ريد نعكسه يعني مثلا نقول ليسه خلنا أخذ مجموعة معينة نبسط القضية نسوي رياضيات أكثر شنو نقول مثلا نأخذ المجموعة أي شنو المجموعة عبارة عن عنصر 2 3 4 5 خلنا نقول 4 عناصر فمرش أقول أقول كل أكس ينتمي للأي كل أكس ينتمي للمجموعة هذا شبيه فإنه يحقق لأي أكس أكبر من من الواحد هسا هاي العبارة صح لو خاطئة لا نقول لها هاي العبارة مالتي هاي العبارة راح تكون عبارة صحيحة true لأنه صديق كل العناصر اللي هنا أربعة بحيث الأكس هاي اللي موجودة بأي هي أكس أكبر من الواحد الثنين أكبر من واحد الثنين زين من أقول بعض الأكس ينتمي للاي أكبر من أعفوا عبارة هاي العبارة تصير false لأنه مو بعض العناصر اللي تنتمي لأي أكبر من واحد لا كل العناصر اللي تنتمي لأي كل العناصر اللي تنتمي لأي هي بالحقيقة أكبر من واحد مو بعض العناصر هاي تكون false إذن فلاحظ أنها هاي العبارة الأولى ش تكون تكون نفي المن نفي لهاي العبارة الثانية والعبارة الثانية تكون نفي للعبارة الأولى يعني هاي الأولى كاذبة والأولى صادقة يعني الكل عكس من عكس البعض الكل عكس البعض اللي هو كل بس ناخد الأي بالمقلوب حتى نفرقها عن الأي هذا اللي خاص بالمجموعات والأي جايني من كلمة exist يعني exist موجود ما أنذكر الاسبيل exist يعني موجود فراح نقلبه هي شي حتى ما يتعارض ويحرف الأي اللي نستخدمه إذن إذا ريد نصيغ ذن العبارتين هسه من جديد إش راح شلون نسوي الصيغة مالتين نعيد لكم الصيغة هنان قلة لكل أكس ينتمي للأي فإن أكس أكبر من ينه من الواحد هاي العبارة الأولى ثاني نقلба ل limb من ذلك فاذا نسمي نسمي سور لأنه وقفينه شرط كل العناصر اللي موجودة بالأي وهذا انهم قمت بصور أنه بعض العناصر اللي موجودة في الأي فنلاحظ أنه كل هو عبارة عنه في يوجد ويوجد بالعكس هو عبارة عنه في كل هذا كل ما في السور في فكرة المسورات وفي فكرة السور نجي ناخذ هسه براهين وترميز عندي يعني براهين اللي يعني حترت بالموضوع فهسه من ناخذ يعني شلون يعني خلنا نقول ملاحظة ناخذ ملاحظات كلش مهمة ملاحظة شنو الملاحظة هاي اللي ناخذه أنه نقل لي أن العبارة أن العبارة تكون العبارة اللي هي لكل أكس ينتمي للأي فإن بي أكس شبيهها صادقة هاي العبارة كلها كلها تكون صادقة مو بس البي أكس صادقة كل العبارة هاي كل العبارة لكل أكس ينتمي للأي بي أكس صادقة يمتح يمتح إذا كانت مجموعة الصدق هي عبارة عن كل الأي يعني كل X أعوض هنا ينطين صادقة كل X أعوض هنا ينطين صادقة بما أنه أنا قايل لك إذن لازم تصير كل عناصر أي هي تحقق ل PX صادقة فتكون هاي العبارة صادقة إذا وفقت إذا إذا وفقت إذا كانت 350 اللي هي مجموعة الصديق أو إنس 많은 يعني تكون صادقة إذا وفقت كان مجموعة الصديق تساوين كل عناصر يعني كل عناصر أي من أعوضهم بالPX تكون عندي صادقة الملاحظة الثانية تكون العبارة اللي هي يوجد X ينتمي للA بحيث أن PX هاي كلها تكون العبارة ينتمي صادقة إذا كان T للP لا يساوي Phi يعني على الأقل يوجد عنصر واحد يحقق أنه أنا إذا عوضت مكان الأكس إيش ينطيني ينطيني True أو ينطيني شنو إذا عوضت مكان الأكس هنا يكون عندي ينطيني إترو هذن شرطين جدا مهمات يعني ذن ملاحظين جدا مهمات هاي الملاحظة رقم واحد هاي الملاحظة رقم اثنين ناخذ حاليا نفي القضايا نفي القضايا ما هي القضية شلونت أني في القضية أسا نجيها إن شاء الله أنا بالتفصيل